مهمة كوتش عشف توفيق دايما بيقولها وبيعيدها انه الباسكت دايما اللعبة صعبة انت 14 لعيب القيمة خلينا اقول لكم القيمة بتاعت فريق الباسكت 14 لعيب مش زي كورة ولا زي اليد ف14 لعيب لما تغير منهم 5 بيبقى نسبة كبيرة جدا ممكن توصل كده ال 40% من قوام الفرقة تم تغييره فهو بيدور على الانسجام وكان الماتشين اللي فاتوا من منطلق ده او في الاطار ده والماتش التالت في نفس الاطار وانه عايز يوصل بالانسجام مع الفرقة لأعلى درجات قبل مباراة الزمالك يمكن الزمالك ما جابش لعيبة كتير السنة دي ما حصلش صفقات جديدة فهم نفس اللعيبة اللي موجودها من السنة اللي فات انما النادي الاهلي كان فيه استقرار شوية ممكن النجوم موجودين المحترف هو هو مع انضمام لعيبة كبار حصل طفرة كبيرة في الفرقة محتاجين انسجام وده الكلام اللي اكده كوتش عشف توفيق في حوارنا معا